أهلا بكم من جديد ووصلنا لفقرة نظمية عقبة طبعاً خلونا نبدأها كالعادة من لايف من قلب نازي الزمالك ونروح لهناك لزميلنا ومراسلنا المتقلق مينة ماهر من قلب النادي عشان نعرف بقى كده منه آخر الأخبار والجديد داخل النادي قلنا الأجواء عندك إيه كده يا مينة أنا شايفاك لابس الجاكت كده وشاكل بقى لتالج رجع تاني نهارك أبيض يا مينة نهارك أبيض يا إنجل نهارك أبيض يا أحمد يعني يمكن الجو بدأ فيه سنة جيب أسائع شوية أو بارد سن لكن الجو إلى حد مات أمام يعني تحياتي لكل مشاهدي ومتابعة قناة نادي الزمالك في كل مكان هنا بمقر نادي الزمالك مينة عقبة لا صوت يعلو فوق صوت فوز أمس أمام فريق نادي الإسماعيلي في الإسماعيلية كانت مباراة صعبة جداً يمكن شهدت العديد من التغييرات من مستر باترس كارتيرونو لكن الأهم هو الفوز بالثلاث نقاط وحظ هذه المباراة خصوصاً كمان عندها الفترة جاية مباريات صعبة فكانت تبقى كامباك وبوش كده للفريق إنه يكمل يعني الحديث عن المباراة بيسعدني ويشرفني يكون معايا نجم نادي الزمالك السابق كابتن محمد جمال كابتن في البداية براحب بيك علشان قناة نادي الزمالك يمكن مباراة كانت صعبة كان فيه تغييرات في الشوت الأول يعني عايزة أخذ رائق كده يمكن نتكلم عن الشوت الأول بشكل عام مستر باترس كارتيرون عمل عدة تغييرات من أهمها كان بيتلاشى الأخطاء اللي كانت فيه المباراة السابق طبعاً صباح الفل على كل زمالكوية بصبح على إنجي وأحمد علي صديق العزيز طبعاً المباراة كانت صعبة قوي مبارح وفي ظل يعني لأسف كان فيه خسارة قبليها مباراة كان صعبة في أرض النادي الإسماعيلي بنلعب ماتش بسكور يعني للأسف ما كانش أساسي مستر كارتيرون ريح مجموعة أو زي ما يكون بيد يعني أرصت ويدن كده لبعض اللعيبة بيقول لهم أنا ما عنديش حد بيحجز مكانه الأساسي اللعيبة اللي قدت في الشوت الأول كان طبيعي اللي انت تبدأ بشكل يعني مش متزن قوي شفنا عبدالله جمعة أول مرة إلعب بكريت وقدى بشكل كويس بس طبعاً العادلة بتاعته ما كانتش يعني موفقة الشوت الثاني مستر كارتيرون عمل تغييرات وتعديلات مهمة جداً قدرنا بيها بفضل الله إحنا نحرز هدفين وكاننا ممكن نكسب أكتر طبعاً فوز مهم زي ما قلتلك عندنا استمرارية أنا بطمن جمهور نادي الزمالك إحنا السنة اللي فاتت يا جماعة خسرنا لقاء القمة الدور الأول وتعديلنا الدور الثاني وقدرنا نكسب بطولة الدورة بفرق أربع بونط ماتش الأهلي ماتش بتلاتة بونط أعدى التركيز على اللي جاي أنا شايف الفرقة من أحسن الفرق مش عاوزين نبص النتائج حد إحنا إن شاء الله نكسب عندنا مبرأة مهمة يوم الاتنين مع البنك الأهلي فرقة محترمة بالكادر كابتن خالد جلال أتمنى إن شاء الله التشكيل اللي إحنا خلصنا فيه الماتش اللي فات ده نبدأ به وإن شاء الله نكسب بإذن الله وناخد ثلاثة بونطة كمان مهمين لدرع الاحتفاظ بدرع الدولة طيب يمكن لو عايزة تكلم معك عن التشكيل أكتر يعني بصفة أساسية يمكن كنت بكلم معك قبل ما نطلع هوا تقول لي إنه عبدالله جمع لعب أول مرة باك يمين كنا ممكن نشوف زيزو في الباك يمين باك راية لعبها قبل كده ولكن أنا كنت بكلم معك بقول لك إنه هو مستر كارتيلون شايفين عبدالله جمع لعيب محور يقدر يستخدمه في أكتر من مركز ولكن برضو يعني كابتن أحمد سيد زيزو لعيب يمكن بيديك حوالي 60% من هجومك في أي مباراة فكنا بنتكلم أنا وإنت إنه ما ينفعش نتحرم منه في الشك الهجومي ونحطه في الشك الدفاعي تمام يعني طبعا أحمد سيد زيزو لعيب مهم جدا وأنا شافه من أفضل اللعيبة دلوقتي الفترة يعني من بداية الدوري أنا ممكن ممكن أستعين به في فترة معينة مثلا أخر نص ساعة يلعب باكرايت ممكن يلعب الشوت التاني كله بس أنا ما أتمنى لو 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 مستر كارتيلون يعني لعب طرق حامد تحتيبي شوية أنا ممكن زيزو نستعمله كباكرايت طاير يروح يعمل أفراد كويسة بيعرف يدافع كويس بيعرف يرجع أتمنى اللي هو يلعب الفترة دي لو المسلوسي مش في حالته الفنية العالية أو حازم إمام برضو إصاباته كتيرة أنا شايف اللي زيزو يعني لو عملها هيعملها بشكل كويس جدا وأنا شايف مصطفى محمد مصطفى وفاتحي سوري لعب كويس جدا وأنا أتمنى بلا هو يبدأ أساسي باستمرار يلعب هو هف رايت وأوباما يلعب تحت الفرود وبين شرقي وعمر السعيد أنا شايف التشكيل ده هيقبى مناسب جدا للمبارات البنك الأهلي يمكن مبارات إسماعيلي مبارح كانت مباراة مهمة قوي في أن احنا نعمل كامباك وناخد ثلاث نقاط يعني نحافظ على درق الدوري وفي استكمال مسيرة عايزة أعرف منك كده يعني رأيك الفترة جاية تيمشي زي خصوة عندنا مباراة كنت تقول يوم الكنين صعبة قوي أمام البنك الأهلي فعني شايف إزاي الفترة جاية أنا شايف اللي احنا مصدومين بصراحة يعني نادي الزمالك مصدوم يعني ليه الزمالك بيروح يلعب الإسماعيلي في إسماعيلية الفريق المنافسس أنا شايف يعني أنا ليه كده يعني أنا ليه أتحط في موقف الإسماعيلي فرقة كبيرة جدا وعلى ملعبها بتقبل فرقة شارسة وإنت روح تكسبتهم هناك اتنين صفر إحساسنا حلو جدا وإحنا رجعين بالثلاثة بنت من قلب النادي الإسماعيلي أتمنى الفرقة المنافسة تروح ونشوف هناك هتعمل إيه مع فرقة كبيرة زي الإسماعيلي في ملعبها دي نمرة واحد نمرة اتنين أنا طبعا شايف المجموعة اللي موجودة رجالة هم السنة اللي فاتت كانت ناهينا الدوري وإحنا للأسف في مشاكل إدارية كبيرة ومشاكل لعيبة وكل تلوس وحاجات كتيرة لا اللعيبة دي لعيبة كويسة جدا للأسف المطش اللي احنا خسرناه مطش القمة خسرناه في تسعة دقيقة ما كانش فيه تركيز من لعيب أو لعبين لا الفرقة المحترمة اللي هي قدرت ترجع الشوت التاني وتحرز ثلاث أهداف ثلاث أهداف ملعوبة مش ثلاث أهداف جايين بالصدفة أو بأخطاء سازجة من المدافعين عندنا أنا شايف إن شاء الله بإذن الله مستر كارترون قدر يبين العين الحمراء للعيب نادي زمالك ومفيش حد أكبر من الفريق الفريق كل واحد الأهم مصلحة التيم اللعيب اللي مش هيقد بشكل مميز لازم يقعد احتياطي ما عندناش حد على على الفريق أتمنى إن شاء الله يبقى درس كبير جدا جدا مباراة القمة لأننا إن شاء الله أنا من دلوقتي مستني مباراة القمة تانية إن شاء الله عشان نقدر نصلح جمهورنا ونكسب بإذن الله كابتن محمد في النهاية بشكرك شكرا جزيلا يعني نورتنا وشرفتنا وبنتملأ حدك كل التوفيق شكرا وشكرا تاني لصديقة العزيز كابتن أحمد علي وأنيسة إنجي شكرا ده كان لقائي مع كابتن محمد جمال يعني حاولت أتكلم معاه بشكل يعني مختصر عن يعني المباراة أمس ويمكن التغييرات والأسئلة اللي كنتوا بتحاولوا تعرفوها يعني الكلمة ليكم تفضلوا بنشكرك يا مينة طبعا وبنشكر ضيفك يعني شكرا جزيلا شكرك جدا يا مينة وبشكر طبعا كابتن محمد جمال جيمي أحد المدربين الواعدين جدا داخل قطاع الناشئين بنهاد الزمالك